موسيقى اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكل مشاهدين شرهان خفاجة وبرنامج بين احنا بنعيش وكل مشاهدين متابعين قناة الصحة والجميع وحشتوني زي ما احنا متعودين ان احنا دايما بنتكلم على الحدث والحاجات اللي بتفيدكم واكيد ما فيش اهم حدث موجودة عندنا في الشهر اللي احنا فيه ده اهم من الحدث التاريخي في نقل قصار او المميات اللي موجودة والاجواء العظيمة اللي احنا شفناها والاحداث اللي اثبتت ان مصر لها وضع تاريخي ووضع حضاري يتذكره الاجمعين او يتذكره العالم على مدى الحياة وعلى مدى التاريخ والعصور عشان كده النهاردة ما نقيتش احسن من الموضوع الحلقة اللي احنا نتكلم فيه النهاردة اثار مصر هل اثار مصر بتتلخص في الاهرامات فقط لغير او في المتحف فقط لغير او في الحاجات اللي بعض الناس عارفاها لا طبعا احنا عندنا اثار في مصر عديدة جدا وعندنا وديان كتير جدا 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 موجودة في مصر ياريت المخرجي يجيب لنا الصور الموجودة المعابد اللي موجودة في مصر يعني عندنا معابد مشهورة جدا زي ما احنا متعودين في معبد الاكسر معبد الاكسر وهو يقع على الفضة الشرقية لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة وتأسست في عام 1400 قبل الميلاد في هنا معبد كومومبو يقع على الكثبان الرملية المرتفعة المطلة على نهر النيل بمدينة كومومبو محافظة أسوان جنوب مصر في معبد حاتشي بسوت يقع المعبد الجنائزي لحاتشي بسوت التي حكمت مصر من 1479 قبل الميلاد حتى وفاتها في عام 1458 قبل الميلاد على الضفة الغربية لنهر النيل هذه الملكة تركت الغاذا كثيرة وأسرارا وربما يكون أكثر تلك الألغاذ إثارة شخصية سنموت ذلك المهندس الذي بني لها معبدها الشهير في الدير البحري والذي منحته 80 لقبا وكان مسؤولا عن رعاية ابنتها الوحيدة وقد بلغ من حبه لملكته أنه حفر نفقها بين مكبرتها ومكبرته دي كان أهم لغز تركته لنا في معبد أبو سنبل معبد أبو سنبل تحت معبد أبو سنبل من سفح الجبل في عهد الفرعون رمسي سبتان في القرن 13 قبل الميلاد كنصب دائم لنفسه ولزوجته الملكة نفرتاري للاحتفال بذكرى انتصاره في معركة قاديش في القرنك معبد القرنك على الرغم أنه دمر بشكل بالغ السوق والجذب السياحي أصبح قليل بالنسبة لبقية المعابد في مصر لنالك هذه المعبد تحديدا هو من أكبر المعابد الدينية في العالم طيب عندنا هنا زي ما تكلمنا عن لو فضلنا نتكلم عن الأثار اللي موجودة في مصر والمعابد والوديان وذكرنا أسمائها هي كتير جدا 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 على مر العصور عشان كده النهاردة أنا حبيت أن أتكلم في موضوع السياحة بشكل عام من معابد من وديان من شلالات إحنا عندنا طبيعة جغرافية موجودة وطبيعة تقريبا مش موجودة في معظم الدول العربية خاصة إحنا دايما عندنا المناخ يعني لهو شي تقارس ولهو حر بمعنى الدرجة لدرجة أن إحنا مش عارفين نعيش بره أو نعيش من غير تكيفات فدايما الأجواء عندنا حلوة طبيعة المناخية نفسها طبيعة سياحة بغض النظر كمان عن إحنا عندنا النيل وجماله البحر الطبيعة الصحراوية برضو والصحرة وجمالها كل حاجة يعني إحنا ما بنتكونش إن إحنا نقول أثار مصرف إن هي المتحف يا بلهول والأهرامات دايما كل الناس بتتكلم إن هي دي السياحة في مصر وخلاص لأ عايزين ندي حق الوديان اللي موجودة ما خدتش حقها زي الشلالات برضو الشلالات اللي موجودة في الفيوم ومدينة الفيوم مدينة طبيعية بشكل غير يعني بشكل حضاري مسبوك لازم تاخد حقها أكتر في وضع سياحي وككيان سياحي موجود بعض الأماكن مظلومة مظلومة بحتة إن إحنا أنا عارفة إن رئيس الله يكون فعونه هو على قد ما بيقدر إن هو يصلح كل حاجة حواليه ويدي رونقة لكل ما يستحقه مين؟ أهلاً وسهلاً معنا اتصال محمود أهلاً وسهلاً أنا بشكر حضرتك جداً إن أنت اتتركت للأثار بتاعتنا والحضارة بتاعتنا الجميلة وقالك في الدوق على كده وطبعاً السيد الرئيس يشكر على المجهود الكبير اللي بيعمله لأنه يرفع من بلدنا بكتير جداً والمظهر الحضاري اللي ظهرنا بيه في الاحتفالية الكبيرة دي اللي شهدها العالم كله يعني فده مجهود كبير من الدولة وفعلاً الإعلام له دور كبير فتصريط الدوق على أبرز معالم بلدنا أنا بشكر حضرتك إن أنت بتتراك للموضوع وقال في شكراً لحضرتك هم لا طبعاً على رأسي لكن عايزة أسأل حضرتك سؤال بما إنك موجود من ضمن الشباب المصري اللي بيخاف على بلده عايزة أسأل حضرتك في بعض الناس قالت إن إحنا في مرحلة من الفقر الشديد وإن الفلوس اللي اتصرفت على الحفلة دي فلوس كتير جداً وإزاي ومش إزاي وكلام ده هل المرضود السياحة اللي هيجي لنا إن إحنا نسبة تاريخنا للعالم كله هنستقصر فيه إن إحنا نعمل حفلة بالشكل الجميل اللي إحنا شفنا ده هل دي وجهة نظر صحيحة بعض الناس يقولوها؟ لا هي طبعاً وجهة نظر صحيحة لإني لازم ندي الدولة وندي القرارات السياسية اللي بتاخدها الدولة في أكتر رؤية مننا كلنا إحنا رؤيتنا كثيرة على الإيه؟ على السوشيال ميديا والحاجات الناس اللي بتصيرنا من الخارج لكن إحنا لو عندنا دولة قوية ودولة كبيرة ورئيس محترم فلازم إن إحنا ندي الناس دي ثقة ونقف وندعمها ونبقى في ظهرها ونبقى يعني الحاجة الوحيدة اللي هي لتخلي الناس دي تشتغل إن هي وجودة الشعب وراها والناس وراها بشكرك كتير وأتمنى كل الناس تكون متفهمة الوضع ده أنا قبلت أسئلة كتير جداً من خلال صفحات البرنامج بنحلم نعيشه من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا بعض الردود المستفزة جداً إن يقولك إن الحفلة الفلوس اللي اتكلفت عليها لا إحنا من حقنا ده إحنا فقرة ده إحنا جعانين ده إحنا حاجات كتير بعض الحاجات اللي ماينفعش تتقال إحنا بنتكلم عن تاريخ مصر وحضارة مصر ففكرة إن انت تقول حفلة اتكلفت بقى انت معلش سورة أنا أسفة بعض الناس اللي قالت كده انت فكرك قصير جداً بتبص على المدى القصير مش المدى البعيد قد إيه تعرف إن المردود بتاع حفلة زي دي على مستوى العالم كله يظهر طريق بلدك مردود السياحة لبلدك هيكون عامل إزاي المردود المادي اللي هيجيلك عن طريق السياحة المردود المعناوي اللي هيجيلك عن طريق نظرة العالم كله لشكل مصر الحضاري المتقدم والحفلة اللي تمت بينت قد إيه إن إحنا كنا في عالم نستحق الشرف بيه نستحق إن إحنا يكون عندنا حتة الشرف حتة المحبة حتة إن إحنا ناخد بنا من تاريخ أجدادنا أو تاريخ جدودنا زي ما بيقولوا لو سمحتوا يا جماعة ما لشي أنا مش قاطع على الهوى لكن أنا عايزة أطلع فاصل وعايزة أرجع لك تاني ترجمة نانسي قنقر أنا أسفى على الفاصل اللي أنا قطعته فجأة مرة واحدة بعتذر منكم كتير ورجعنا لكم تاني ولكن أنا عايزة أسأل الناس بعض الأسئلة كده يعني في مثل يعني أنا مش عايزة أقوله بالتوضيح لكن هو مثل بلدي شوية إن إحنا بمعنى المثل بندباها بالحاجات اللي موجودة عند أخوتنا عند أهلينا والله شايف ابن عامي مع عربية كذا أنا بويا مع عربية كذا أنا عملنا كذا يعني دايماً بندباها بحاجات إحنا ما عملنهاش دا اللي أنا عايزة أوصل لكم المعلومة الناس دي الفرعنا أجدادنا الناس دي عملت الحضارة اللي هتعيش على مدى نهاية العمر كله بإمكانيات بسيطة جداً 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 لكن لما نبص للمنظور والقوة اللي موجودة بتاعة سي مثلاً بناء الأهرامات العظمة اللي موجودة في بناء الأهرامات والفكر إن أنت مش عادل في توصل له أو مثلاً للطحنيت الفكر اللي إحنا لحد الآن مش قادرين نوصل للناس دي دمخها كتعاملة إزاي الناس دي معقول ما كانش فيه تكنولوجيا اللي موجودة الحديثة قوي اللي موجودة دلوقتي دا إحنا تقريباً ما بنعملش حاجة بإيدينا إحنا دلوقتي التكنولوجيا بقت موجودة الدرجة إن إحنا بنش نشغل إيدينا خالص كل حاجة شغالة آلي كل حاجة مكان كل حاجة فكر حسابات مفيش دماغي كل حاجة مفيش العقل والإيد بتتحكم فيها كل حاجة دلوقتي آلة اللي بتتحكم فيها فهل بعد عصر التكنولوجيا اللي إحنا وصلنا له دا كله وما زلنا بنقول أصل وما فيش إمكانيات واصلحنا مش متساعدين واصلحنا مش قادرين نعمل واصلحنا بلدنا مش مساعدانا واصلحنا مش عارف إيه مش عيب علينا عيب علينا الحتة دي عيب علينا إن إحنا نقول إن إحنا مش قادرين نعمل وفي ناس يعني في مثل بيقولك كده برضو فلاحي بسيط عشان أنا بحب بنزل لأهلين البساط في الفلاحين والسعيد بيقولك الشطرة تغزل برجل حمار عارف إيه المثل دا كان مشهور جدا عند الفلاحين والسعيدة فإنت متخيل إن الناس دي عملت كل الإنجازات والحضارة العريقة اللي إحنا شايفينها وبنتباه بيها قدام العالم دا كله عملتها بأقل الإمكانيات وأبسط الإمكانيات اللي ممكن تتخيلها وإحنا دلوقتي قاعدين كل وقتنا بيديع على السوشال ميديا وكل وقتنا بيديع في الكلام وفي الحديث وفي الرطرطة وفي بعض الناس مهمتها في الحياة إنها تتكلم بس مهمتها في الحياة إنها تنتقد بس مهمتها في الحياة إنها تقول إحنا مش عايشين إحنا كذا وكذا وكذا إنتوا بتعملون إيه عم في الصحراء إنتوا مين اللي هيقهزكم في العمار دي مين اللي هيستخدم الطرق دي مين اللي هيستخدم المدن الجديدة دي إنتوا بتعملوا مزارع إيه اللي تزرعوا في الصحراء مش عارف إيه مصانع إيه اللي بتفتتحوها احنا مش لقيم ناكل احنا مش عارف ايه في ناس مهمتها ان هي تحبطك في ناس مهمتها الاحباط في ناس مهمتها ان هي ما عندهاش امل بالمرة في الحياة ما عندهاش طاقة ولا مسئولية ولا اتجاه ناحية ان في بكرة في مستقبل في ولاد في عالم موجود في بشر في كل يوم عن يوم احنا بنتقدم يعني انا بقيت مبسوطة جدا وانا ببقى بتمشى مجرد ان انا بتمشى بالعربية في الشارع بشوف المنظر الحلو الجميل اللي موجود في الشوارع المصرية لو حد لو المخرج عنده صورة زي كده برضو ياريتي لو منظر منظر الحلوة في الشارع دلوقتي موجودة اظن انتو كلكوا عارفين مش لازم حتى نزل صورة الصورة على مستوى مصر كلها على مستوى الرؤية اللي عنينا كلها في كل المحافظات بقى فيه حتة النظافة كل ما تمشي تلاقي مكان نظيف لاند سكيب بشكر سيادة الرئيس على الفكرة بتاعة المطاعم والقفهات اللي اتعاملت تحت الكباري بشكره جدا 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 وده عندي احسن يعني يمكن اكتر منظر سياحة اتعامل في 2021 المنظر اللي انا شايفه ده منظر ان انا ما بقيتش هشوف متسولين تحت كباري تاني ما بقيتش هشوف ناس نايمة تحت كبري او ناس شحتين او ناس بتتسول او ناس دي شغلانتهم والمنظر اللي مش مستحب مهما طلعنا والمنظر ده موجود في بلدنا اعتقد المنظر ده تشويه التام للسياحة في مصر ولمعالم الحضارة اللي موجودة في بلدنا فبشكر سيادة الرئيسة على اللي انه هو عمل تحت الكباري انشاء مشاريع صغيرة للشباب ان هي برضو هيبدأ يأجر الاماكن دي من الدولة للشباب اللي لسه بادئ يتحدوا مع بعض ويعملوا قفيم مطعم اي حاجة مشرفة موجودة مشروع يأكلوا منه عيش من تحت الكباري دي فاصبحت مصدر للسعادة لنا وضوء حلو ونظرة حلوة وإحنا ماشيين في الشوارع بنشوف مناظر حلوة واصبحت طاقة ايجابية وليست طاقة سلبية بان احنا شايفين المنظر الحلو ده تحول من منظر شحتين موجودين تحت الكباري ومتسولين الى منظر يرد روح منظر اقتصاد منظر استثمار حتى لو مشاريع صغيرة منظر يعني يؤدي ان احنا طلعين احنا خلاص ما بقاش عندنا قمامة في الشوارع ما بقاش عندنا تسول وبالنسبة لذاكري او ان انا ذكرت حتة القمامة في الشوارع عايزة اقدم من برنامج من احنا بنعيش ومني انا شخصيا شرهان خفاجة تحيي التقدير وشكر واحترام لكل عام النظافة وكل عمال النظافة اللي موجودين في الشارع المصري ان انا بشوفهم الليل ونهار شغالين من اجل من اجلنا احنا من اجل ان احنا عنينا دايما تشوف المنظر الصحي الجميل وصحتنا دايما تكون بخير انا بشكرهم كتير الناس دي على فكرة فوق رصنا اللي يشوف عام النظافة الناس دي مش بتتعامل ما ينفعش تعملها من هنا الناس دي بتنظفك بتنظفنا لولا الناس دي ان هي بتنظفنا وبتخلينا ان احنا لينا قيمة في المجتمع ما كناش احنا نوصل لمرحلة ان احنا نمشي في الشوارع واحنا بنشم هوى نطيف وبنشم هوى صحي جميل ونظرة عيوننا للمكان بقت مليانا احنا واطفالنا واصارنا اللي موجودة في الشارع بقينا نحب ننزل الشارع فلما تتعامل مع عام النظافة تتعامل مع اكي انك بتتعامل مع ابوك وامك لهم كل الاحترامة والتقدير والشهر الكريم اللي احنا دخلين عليه شهر رمضان كل سنة وكل الامة الاسلامية بخير وسعادة الشهر ده معروف فيه ان فيه حاجة روحانية كده بتكون موجودة جوه قلبنا خير خير بتلاقيه موجود جوه قلبنا فارجوكم خلوا انطباع الخير هو اللي يكون موجود اكتر من الشرع خلوا انطباع الحب يطلع العمر مهما كان كبير جدا وفيه ناس فاكرا انه هو لا ينتهي وكل واحد فينا انه بيتطعي الصغر وهو داخل المقبرة وخلاص روح وراحت وانتهت وبيقول يا رب رجعني ساعة لا اتطعيز من دلوقتي انه ممكن الدور الجاي يكون عليك انا مش بدي نظرة يأس لا انا بدي نظرة حب وامل بان انت تعيش كل ايامك وانت سعيد وانت حابب الحياة وانت حابب الناس وانت قلبك عمران بالحب والخير مش في شهر الرمضان بس خلوا شهر الرمضان بداية بداية لبقية العمر كله ان انت تملى قلبك بالحب والخير والصفى ناحية كل الناس اللي موجودة ان انت تكون قلبك مليان حب وخير لكل صحابك واهلك وشغلك الدنيا هتلاقيها حلوة ولذيذة ربنا هيبارك لك في صحتك وفي عمرك وفي حياتك وفي اولادك وهتلاقيه يعني بيرزقك من حيث لا تحتسب كل حاجة حلوة هتلاقيها قدامك بتجيلك بالصدفة يعني عايز ارجع تاني لموضوعنا اللي هو السياحة في مصر مش عبارة عن الحاجتين اللي انا قلت عليهم لا مش عبارة عن المتحف ولا الاهرامات ولا بلهول اللي هما دول موجودين فقط لغير ده احنا عندنا وديان كتير في مصر عندنا صحاري عندنا جزيرة يعني عندنا اكتر من 130 جزيرة او اكتر في مصر تخيلوا السيد الرئيس برضو بشكره كتير ان هو بدأ يحول الجزر اللي موجودة في مصر في اكتر من جزيرة صغيرة او كبيرة في مصر يحولها يستخدمها ويستغلها سياحيا بدل ما تكون مهجورة او تكون لسكان انا باعتذر من كل سكان اي جزيرة طبعا انزلوا معانا على الارض عيشوا معانا على الناحية الارض بلاش ليه تعيشوا في جزيرة ليه تعيشوا منفصلين حياتكوا بتروحوا لها بمركب ما المركب دي يكون اولى بيها نعمل بيها مكان سياحي جدا يدخل لنا كلنا فلوس ويبقى منظر حضاري محترم لبلدنا وانتوا تسكنوا معانا على الارض مش لازم تسكنوا في جزيرة الناس اللي هتزعل مني زي جزرت الوراق وغيره ما تزعلوش مني دي حقيقة ليه تنفصلوا عننا احنا بنحبكوا وعايزينكوا تعيشوا معانا على الارض ونفسنا ان برضو كل الجزر اللي موجودة في مصر كلها سواء صغيرة او كبيرة تتحول لمزار سياحي عظيم زي ما احنا زي ما بدأ سيادة الرئيس يعمل فعلا في الجزر اللي موجودة ويستغلها الاستغلال اللي يستحق فعشان كده بقول ان كل حاجة موجودة في مصر تستحق السياحة ارجوكم من الدولة انا عارفة ان هي مسؤولية كبيرة لكن هيبقى ليها دخل ومرجوع كبير جدا لنا ان احنا نكبر من شأن بلدنا اكتر واكتر وهيبقى فيها احساس بالعدل شوية ناحية يعني اهل من اهل اسكندرية لأهل الفيوم لأهل الصعيد لأهلينا في كل مكان احنا عندنا سياحة في كل مكان فأهل القاهرة واهل الجيزة وكل مكان لما هيلاقوا ان فيه عدل وفيه مسواف حتة التطور السياحي اللي موجود في الحتة بتاعتهم هيبقى فيه هنا حتة الحب حتة الحب اللي هتتزرع وتبقى موجودة في جميع المحافظات والناس الطيبة اهلنا هيحسوا بالمساواة وهيحسوا ان احنا فعلا في بلد عظيمة جدا لان احنا في بلد عظيمة جدا وعندنا رئيس عظيم جدا عايز يطلع بينا اه يمكن يكون احسن دول في العالم وبالفعل احنا بنرتقي بنرتقي اقتصاديا بنرتقي حضريا بنرتقي كل شيء ولكن برضو يعني قبل ما مش عايز اخد الموضوع كله ان انا هتكلم عن الموضوع ده بس عايز اتكلم في حتة تانية شهر رمضان الكريم مش لازم كله مش رمضان بس عمتا كل بيت بس يمكن قعدة في البيت بتبقى كبيرة قوي في شهر رمضان عشان كده عايز اوصل حتة انه في شهر رمضان الكريم كل الناس بتبقى قعدة في البيت ليه ما يكونش عندنا برامج دينية ليه ما يكونش عندنا برامج تاريخية برامج بتتكلم عن التاريخ وحلوته بتتكلم عن عظم تاريخنا واجدادنا بتتكلم عن الحضارة مش حضارة الفرعنة بس سلسالة تاريخ كله من بدايته من بداية مصر لحد الان احنا حياتنا مستقبلنا وجود مصر كمجتمع كل حاجة فاللي متكلم عن حضارة مصر في التلفزيون المصري في بعض البرامج وتبقى معلومة بنوصلها لكل اللي موجودين كبير وصغير هتحسوا بمستوى من الثقافة والرقية اصلا لازمته انني يبقى عندي بلد متحضرة جدا جدا وفيها كل حاجة حلوة والشباب اللي طالع مش فاهم حاجة تسأله في الدين مش فاهم تسأله في الاقتصاد مش فاهم تسأله في العلم مش فاهم تسأله في التاريخ مش فاهم فانا برجو 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 من الدولة التركيز والمطالبة الاعلام ومعظم القنوات بان يكون فيها برامج ثقافية برامج دينية برامج تاريخية برامج لتعليم الاداب والاخلاق برامج لتعليم ولادنا كيفية التعامل مع الكبير والصغير الحاجات دي هتفرق معانا كتير بدل ما اضيع كلها في المسلسلات انا مش ضد المسلسلات المسلسلات برضو اصبحت بقالها كم سنة بتتكلم عن التاريخ وتاريخنا وكل حاجة ولكن برضو حتة الثقافة الدينية والثقافة التاريخية والاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية ده شيء مهم جدا واجبنا احنا بقى واجب الاعلاميين انا واحدة من خلال برنامجي بنحلم نعيش على قد ما بقدر اتكلم في حتة الدين والثقافة والاخلاق والرحمة والانسانية بتكلم بحاول في كل موضوع حلقة ادخل حتة تفهم الناس معلومة للناس معلومة للكبير وللصغير معلومة ان البلد دي بخير وان احنا اهلنا واجدودنا والشارع بتاعنا شارع حلو شارعنا حلو شارعنا ليه مايرجعشه زي زمان جرتك هي اختك وهي امك ليه مانتعملش بهذا المبدأ ليه مانتعملش باحترام الكبير للصغير خررية الاجواء الحلوة اللي بنشوفها في رمضان وروح التسامح اللي بشوفها في الشارع وروح المحبة اشوفها على مدار السنة اشوفها على مدار العمر كله نفسي عيني تشوفوا الحاجة الحلوة دي على مدار العمر كله خلوا بالكم من بلدكم بلدنا حلوة بلدنا تستاهل ان احنا نحبها بلدنا تستاهل ان احنا نحافظ علينا انا مبسوطة جدا من الحفلة اللي تمت لنقل القصار ونقل الفراعنة اللي هم اجدادنا اللي نشرف بيهم ومنبصش بمنطق حتة ان البلد اللي الحفلة تكلفت كتير قد منبص نقول هي هتجيب كام العائد المردود اللي هيجي منها مردود مادي مردود معنوي مردود تاريخي مردود ثقافي مردود فيه تقدير واحترام من جميع الدول في العالم هنا لمصر ام الدنيا شكرا سيادة الرئيس شكرا الشعب العظيم شكرا الجيش المصري شكرا الدخلية شكرا لكل الجهات المسؤولة شكرا لعمال النظافة شكرا لكل الناس اللي موجودة اللي سهمت في المنظر الحضاري اللي بقيت اشوفوا الايام دي شكرا لكل جهاز وكل جهة بتقوموا واجبها بجد شكرا لكل شخص في البلد دي بيشتغل بحب شكرا لكم شوفوني ان شاء الله الحلقة الجاية يوم الاربعاء الساعة تمانية في رمضان كل سنة وانت طيبين وعود عليكم الايام بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة